مغرب السياسي والبرلماني والتقدميين الذين أسهموا بقسطين وافر في ترصيخ التقافة السياسية الحديثة والمعاصرة وفي ترصيخ وإشاعة القيم الديمقراطية عبد الواحد الراضي منذ نعومة أظافره منذ كان شاباً في حزب الاستقلال الحزب الوطني الكبير ومنذ كان أيضاً إلى جانب الشهيد المهدي بن بركة وهو في رعاني شبابه ومنذ أسهم في تأسيس الاتحاد الوطني القوات الشعبية سنة تعد وخمسين إلى أن أصبح كاتباً أول للتحاد الشراكي ومن خلال المهام المتراكمة التي تحملها إن على المستوى الحزبي أو على المستوى البرلماني أو على المستوى الدولة كوزير لعدة فترات وأيضاً المهام التي تحملها على المستوى البرلماني ولعب دوراً مهماً في ترسيخ الدبلوماسية البرلمانية سواء على المستوى الأورو المتوسطي أو على المستوى العربي أو المغاربي وعلى المستوى الإسلامي وإلى أن تحمل مسؤولية رئيس استحاد البرلماني الدولي كل هذا المصار التري المتنوع الغني جعله في مقدمة المشهد السياسي الوطني مصدراً ومرجعاً وأفقاً وكان يحسن الإنصار بسيطاً في حياته اليومية في علائقه الإنسانية يحسن التعامل والتوافقات رجل التوافق بامتياز لم يكن لعبد الواحد الراضي من أعداء كان له خصوم سياسيون هذا أمر طبيعي لكنه كان عفيف اللسان له مرؤة وعفة ولم يكن إطلاقاً يعني يسيء إلى خصومه لا باللسان ولا بالفعل كان رجل يحرص على تحديد المسافات الضرورية وعلى احترام الجميع وعلى انفتاح الجميع ولذلك كان مرجعاً للجميع وملاذاً للجميع حقيقةً نفقد فيه أحد رفاق الطريق وأحد أساتذتنا الكبار في الممارسة السياسية والديمقراطية وسنظل نستحضره باستمرار من خلال رصيده من خلال تجربته التارية والغنية ومن خلال العلائق العميقة التي شيدها مع كبار قادتنا الوطنيين خاصة مع الشعيد المادين بركة لازمه تقريباً يومياً لمدة عشر سنوات وعبد الرحم وعبد الرحم الله الذي لازمه 30 سنة ملازمة يومياً بالكاد يومياً إلى آخر ثم أيضاً فتاحه على جلالة الملك الحسن الثاني واقترابه من المرحوم وأيضاً اشتغاله مع جلالة الملك محمد الثادس جعله رجل دولة كبير ورجل مجتمع سياسي كبير ورجل له مصداقية في قواله وفي أفعاله الرحمة عليه ونعز أنفسنا في هذا الفقدان الكبير وعز أسرته الصغيرة وعائلته السياسية الكبرى وكافة أهله ودويه وأصهاره ومحبيه وأصدقائه ورفاق طريقه ترجمة نانسي قنقر